الاجتماع المشترك الثاني لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين في القاهرة الرئيس الفرنسية يقول إن فرنسا تعترف بالاعتلاف الوطني السوري كممثل وحيدا للشعب السوري سيكون بمثابة حكومة موقعة مستقبلا من القاهرة تقرير مراسل أبتي فيه شام مهران بعد مخاض عسير خرج إعلان القاهرة في حده الأدنى في ختام الاجتماع المشترك الثاني لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين الاتحاد الأوروبي رحب بتوحد المعارضة السورية في اتلاف تنظيمي واحد مؤجلا لاعتراف به ممثلا شرعيا للسوريين لحين رؤية نتائج أعماله معتبرا إياه خطوة تساعد المجتمع الدولي على التعامل مع المعارضة السورية بشكل إيجابي وربما تعجل برحيل الأسد الاتحاد الأوروبي حريص على دعم وتعزيز التحولات التي تمر بها الدول العربية لتدعيم الحرية والديمقراطية الاتحاد الأوروبي يرحب بتوحد المعارضة السورية في إطار تنظيمي واحد كما نؤكد على أهمية مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ووقف العنف الدائر حاليا خلافات كبيرة أحاطت بإعلان القاهرة ففي حين أصر الجانب العربي على إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة وإدانة الاستيطان في القدس أصر الأوروبيون على اختصار ذلك إلى إعادة التأكيد على القرارات الدولية ذات الصلة كما اعترضوا على إدانة الهجوم الإسرائيلي على مصنع الأسلحة بالسودان كذلك وجهت رغبة العرب في تحزير إيران من مغبة إغلاق مديق هرمز باعتراض أوروبي قبل أربع سنوات عقد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الأول في ملطة في ظروف مختلفة كليا عن الظروف الثورية التي يعقد في أجوائها الاجتماع الثاني هنا في القاهرة ظروف على ما يبدو زادت من حدة التباعد بين المواقف العربية والمواقف الأوروبية حيال قضايا المنطقة الرئيسية هشام مهران ام تي في القاهرة